سحوذت مجموعة أوكيو على حصة شركة أكسلوم الإسبانية في شركة أوكيو اللوجستية والتي تبلغ 40% لتصبح الأخيرة مملوكة بالكامل لمجموعات أوكيو وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تكامل البنية التحتية اللوجستية وتنظيم الإطار التجاري الذي يسهم في دعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية للمنتجات النفطية وتمتلك أوكيو اللوجستية محطة الجفنين بمحافظة مسقط لتخزين وتوزيع المنتجات النفطية وخطوط الأنابيب لنقل المشتقات النفطية التي تربط كلا من مسقط والسحار ومناء الفحل والجفنين ومطار مسقط الدولي